مرمي في قودة في بادروم البيت لا نظافة ولا رعاية ولا اي حاجة وكله علشان ياخدوا الفلوس والارض اللي شئ فيها حكاية صعبة لأب مصري اهملوا اهل بيته لدرجة ان زوجته وبنته حبسوه طب ليه عملوا كده وليه الناس سكتت عليهم كل الفترة دي كل ده و اكتر هنعرفه في الفيديو ده وقع من قبشة الوقاعة اللي ممكن تشوفها او تسمع عنها في حياتك الزوجة والابناء حبسوا الاب صاحب البيت في قودة في بادروم البيت ووصلوا الحلم للإهمال لا يمكن وصها بالكلام كل ده علشان ياخدوا ارضه وبيته واللي شئ فيهم طول عمره واللي ساعد الزوجة على كده هي البنت والحالة النفسية استيقى للاب فيها بعد ما رحل عنه تلات ولاده الرجالة الراجل اللي الله يديه صحة ويقومه بالسلامة الراجل ده انتهت حياة ولاده الرجالة من فترة كان عنده تلات رجالة وللأسف انتهت حياتهم وسبوا ابوهم وحيد والزوجة وبنته التانية بهدلوه اللي قالوا كده هم المسؤولين عن صفحة الشؤون الاجتماعية بالغربية ودول بقى حاكل عجب في اللي حصل مع الراجل ده يقال ان الراجل اتحبس لفترة طويلة مش معلوم هي قد ايه بالزبط اتحبس في قدف فدرون بيته اللي حبسه بما زوجته وبنته وابن بنته اللي انتهت حياتها من فترة يعني فيه تلات مشاركين في الواقع اللي حصلت مع الحج ده الله يدي الصحة ويقال ان دول عملوا كده علشان ياخدوا ارضه ويتحكموا فيها هي والبيت اللي كانوا قاعدين فيه كل الخير اللي هم كانوا فيه ده من شقة وتعب القب بتول السنين اللي فاتت ولما حصلوا حالته النفسية بوسط قامت الزوجة والابناء عملوا فيه كده وبهدلوا حتى بقى فيكم هيجي في بالو يسأل عالجران والاهل والحقيقة ان وفقا للاخبار المتدولة فالاهل حاولوا يتكلموا مع الزوجة وبنتها كتير ولا مرة سمعوا فيها الكلام كل مرة كانوا بيعندوا معاهم وما بيعبرهمش وفي الاخر ريسي الموضوع عن القب فضل في المكان اللي هو فيه سطر ربنا بعد فترة من الكلام والكلام مع الزوجة والابنة ان فيه واحد من الجنان جي في باله انه يكلم وزارة التضامن الاجتماعي وبالفعل كلمهم وحكا لهم كل اللي حصل من اول الحكاية خالص لحد اليوم ده وبعد ما وزارة التضامن الاجتماعي عرفت الموضوع وعملت تحرياتها اتأكدت ان بالفعل حصل كده وقامت بكوينة فرق التدخل رحوا على البيت وانقذوا الراجل من اللي بيحصل فيه من الزوجة وبنتها اخذوا الحاج منهم وراحوا بيه على دار رعاية تفحصوا وتشوف طلباته وفي الاخر هيروح على مكان تابع لوزارة التضامن يفضل فيه معاهم ثم ياخدوا بالهم منه ويرعوا هناك وفي نفس الوقت الزوجة والابنة تقدم فيهم بلاغات وراحوا النيابة بيتم التحقيق معاهم هناك علشان يعرفوا كل التفاصيل علشان لو فيه حاجة تانية مش معروفة ولا حاجة وفي النهاية الزوجة وبنتها يتقدبوا على اللي عملوه في الاب وكل واحد فيهم هياخد جزاء انتوا بقى ايه رأيوكم المفروض ايه اللي يحصل معاهم